ينضم إلينا الآن ضيفنا لليوم الشريك المؤسس لهذه الشركة السعودية الناشئة سلطان الغامدي أهله وسهلا بك سلطان سلطان تفضل معنا صباح الخير نورتنا على شاشة الإخبارية سلطان نبغاك تحكينا أنتو بتعملوا على رحلة المبتعث من وإلى من الصفر في البداية نبغا نعرف إيش التغيرات اللي طرأت على حياة المبتعثين بعد أزمة كورونا طبعا زي ما كلكم عارفين مجال الدراسة تأثر من كورونا بطبيعة التأثير للإدلالات بسبل مجال التعليم سواء في المملكة أو برى المملكة كل الدول اللي عندها الإمكانيات والمقومات اعتمدت التعليم عن بعد لجميع المراحل الدراسية سواء المدرسة أو المراحل الجامعية احنا كشركة أبرود طلابنا ما واجهوا مشاكل قبل فترة فتحت باثة بمسمى مسار التمييز للإبتعث من قبلها حتى الطلاب اللي درسين على حسابهم الخاص من بداية السنة أقوى الجامعات اللي برى اعتمدت نظام الدراسة الأونلاين مع أنه قبل كذا كل الجامعات ما كانت معتمدة النظام هذا بس كل الدول اللي عندها الإمكانية والكفاءة زي ما شفنا من ضمنها المملكة وكثير من الدول اللي برى اعتمدت نظام الدراسة الأونلاين فالطلاب ما بيواجهوا إشكالية للأمانة أو ما نقول أنه فيه تأثير سلبي كبير على مجال التعليم بحكم أنه كل الطلاب قدروا يكملوا استمراريتهم وانتهاءهم من مراحلهم الدراسية قبل فترة فتحت بعثة جديدة برعاية خدم الحرمين الشريفين بعثة مسار التمييز والإبتعاث وعتمدت البعثة للدراسة من جانوري وسبتمبر طبيعة الدراسة رح تكون أونلاين في البداية الطلاب اللي حابين يطلع هل هي بدأت ولا حتبدأ؟ البعثة فتحت الدراسة حتبدأ من جانوري السنة هذه لبعض الطلاب والأغلبية من سبتمبر السنة الجاية طبيعة الدراسة رح تكون أونلاين على أن ما الوضع يتحسن طبعا زي عندنا نحن بعد فترة حيكون مصرح بالسفر ومن الآن أساسا مصرح للطلاب بأنهم يطلعوا في صالح سفر ويسافروا للدراسة فما نقدر نقول أنه كثير تأثر مجال التعليم بشكل عام بالعكس كثير دول وكثير جهات استفادت من الموضوع من ناحية التطوير تعليم الطلاب أسلوب التعليم عن بعد وكان له تأثير إيجابي دائما بنقول فيه دائما جانب سلبي وجانب إيجابي يمكن التعليم عن بعد هو كان الجانب الإيجابي في أزمة كورونا أنه إحنا اكتشفنا مقوماتنا القوية في هذا الجانب السلطان أنا بأسمع أيضا الخدمات اللي بتقدموها لكن حيكون معنا هاني مجدلي هو أيضا شريك كمؤسس تفضل معنا هاني الله يحييك نورتنا على الشاشة الإخبارية هاني وسلطان يعني ما شاء الله في بداية أهنيكم على هذه الفكرة وعلى الخطوات اللي بتقدموها والمساعدة اللي بتقدموها نبغى نعرف إيش أهم الخدمات اللي بتقدموها يا هاني للطلاب أكيد شركة أبرود متعقدة مع أكثر من 250 جامعة في بريطانيا وأمريكا وكندا وأستراليا وأوروبا من ضمن الجامعات جامعات بيثت مسار التمييز أكيد اللي أعطاكم هي الأخ سلطان اللي هي بتضم 70 جامعة و32 تخصص للطالب احنا بنضمن للطالب قبوله في الجامعة وبنساعده في إجراءات التقديم على البعثة وبنكون مع الطالب خطوة بخطوة إلى بداية أول يوم دراسة للطالب في طلاب كثير بيواجهوا مشاكل في السكن في التقديمات على البعثة وهذه بتضيع لهم سنين من عمرهم فإحنا بنوجه الطالب تخصص الصحيح للبعثة قدمت له هي بحيث أن الطالب يطلع يدرس الثلاثة سنين أربع سنين للبكالوريس أول ماجستير سنة أو سنتين ويرجع بدون تعثرات الحمد لله اليوم شركة أبروت خدمت أكثر من ألف طالب وطالبة على الحصول على أشهادات قوية من أقوى الجامعات في العالم نقدر نقول المساعدة في خدمة أو رحلة الإبتعاث من الألف إلى الياء هاني بالضبط بحيث أن الطالب ما يضيع سنين من عمره زيادة ويبدأ في الوقت الصحيح وينتهى في الوقت إيش اللي يميزكم عن باقي الشركات اللي بتقدم مثل هذه الخدمات بيميزنا خدمات كثيرة بنقدمها للطالب شركات ثانية ما بتقدمها الضمانة القبول للطالب في الجامعات المطروحة في الإبتعاث ومن أقوى الجامعات في العالم بحكم تعاملنا مع الجامعات خلال الخمسة سنين اللي فاتت بحكم إجراءاتنا مع الطالب واستقبالنا للطالب وإجراءات التقديم على السكن بنقدم على أكثر من خيار للسكن سواء الطالب يبغى سكن جامعة أو سكن خارجي بنخلص للطالب أموره كلها من هنا بيطلع على المطار سيارة بتستقبله من المطار بتوصله للسكن اللي اختاره من هنا بدل ما الطالب يروح ويقعد شهر واثنين يدور له على سكن سكن خارجي بنسهل للطالب مشواره وهذه خدمات مو كثير شركات بتقدمها للطالب هاني وسلطان اتوقع انتوا عشتوا تجربة الإبتعاث صحيح؟ مصبوط فانا اتوقع انه هذا يمكن هو أحد أسبابه وأحد أسرار نجاحكم ومتميزكم وجود سارو عبدالله شباب سعوديين وعاشوا نفس التجربة عاشوا تجربة الإبتعاث وبعمر صغير ما شاء الله يعني اتوقع انكم انتوا فاهمين اشياء متطلبات الشباب وهذا هو اللي ميزكم عن غيركم في هذا المجال كل توفيق لكم يطيكم الف عافية شكرا سلطان الغامدي وهاني مجدلي يعطيكم العافية نورتوني على الشاشة الإخبارية نرجع مرة أخرى للاستيديو سارو عبدالله يعطيك العافية غدير وكل التوفيق يا رب لي شبابنا وبناتنا المبتعاثين شكرا جزيلا غدير البلوشي